انا فيه كذا حاجة كده عايزة اقولها لحضراتكو وحيبقى معانا مراسل الحياة من العالمين بس حقيقة فيه خبر دماغة ارجوكو فيه حاجات قبل ما تشاير قبل ما تعلق شغل دماغك مش طلبة اكتر من كده يعني فيه حاجات قبل ما نفضل نشايرها لبعض ونقعد بقى نكتب ونقعد نعلق وكأنه الاشعات دي حقيقة شغل دماغك قبل ما تشاير الخبر خصوصا انت بتكلم عن بلدك تتكلم عن قناة سويس حكومة والنفي واضح وصريح وحقوله لحضراتكو وحقره لكو الخاص بقناة سويس حكومة تنفي بيع حكومة تنفي بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار خلينا اقرى لحضراتكو نفي الحكومة لانه واضح وصريح في يا جماعة مقطع فيديو صوتي هذا المقطع بيتم تداوله وهذا المقطع متفابرك مقطع ده مفابرك معلومات كل المعلومات اللي بتتقال فيه مزيفة وكاذبة وغير حقيقية ولا تمت للوقع بالصلاة كلينا اقول لحضراتكو بقى تكذيب الحكومة حكومة شديدت على ان قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها سواء في ادارتها او تشغيلها او صيانتها كما ستظل كامل تاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين واداريين من المواطنين المصريين وضحت الحكوم انه لا يمكن المساس بالقناة او اي من مرافق المصان دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري بتنص على ايه مادة دي بتنص على ايه تزام الدولة المصرية بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا للمواطنين تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتبارها مركز اقتصادي مميز بتهيب الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الاكاذيب وتاخد معلوماتك من مصدرك السليمة مصدرك المصرية الموصوق بيها مينفعش ابدا نصدق فيديو كاذب متفبرك معمول بالصوت وبيتكلم على بيع قناة السويس ارجوكو يا جماعة ارجوكو قبل ما تشاير وقبل ما تعلق شغل موخك لان دي بلدك ولازم نحافظ عليها